اهلا بكم يا شباب في درس جديد من دروس برنامج ادوبي برمير برو سي سي النهاردة نتعلم حاجة حلوة جدا وهي ازاي ان انا ممكن اخفي جزء من المشهد يعني اخفي جزء من المشهد او اعمله بلور يعني اعمله بلور يعني جزء يبقى مغبش او مش واضح معايا في المشهد زي ما بنشوف ساعات في التلفزيون لو احنا عايزين نخفي اعلان معين عن حاجة او منتج معين بنشوف الجزء اللي احنا عايزين نخفيه معمول بلور معمول زي ما يكون كده فيه تغبيشة معينة ازاي بنقدر نعمل كده على المشهد حتى لو كان متحرك تعالوا نشوف مع بعض مشهد زي مشهد البنت دي كده اللي بتمشي هنبتدي ان احنا نحط على السيكونز بتاع الفيديو زي ما هو كده وابتدي اشوف المشهد ضعبارة عن ايه لو مشيت بالهيد او بالكورسر كده دي بنت ماشية في الشارع لو انا عايز اخفي وشها يعني عايز اعمل بلور على وشها بس ازاي ممكن اعمل كده دي بتستخدم اكتر في البرامج اللي فيها مثلا مجرمين مش عايزين نوضح الكلام اللي هم بيقولوه او حاجات خادشة للحياة مثلا فبنغطي وش اللي بيتكلم علشان يتكلم براحته طيب ازاي بقدر اعمل حاجة زي كده اللي بقدر اعمله في حاجة زي كده هو فكرة الماسك يعني ايه فكرة الماسك لو انا دخلت على من هنا كده هلاقي في حاجة اسمها من هنا كده الاوباسيتي دي لو دوست على العلامة بتاعت الدايرة دي كده هلاقي انه عملي ماسك على الجزء ده بس كده الجزء بتاع البنت ده بتقدر توسع طبعا الدايرة دي زي ما انت عايز فوق او في الجنب زي ما انت عايز تقدر توسعها وتقدر تحطها في اي مكان طيب انا لو عايز الاغي الامسك دوت كل اللي انا بعمله ان انا بادوس على كلمة من هنا وهبتدي ادوس في الكيبورد فبتدت اسشال عنديando الماسك يبتدي بشكل ده طيب لو دخلت على اي افكت من هنا كده لو دخلت على ما دخلت على وايد去owania كده ودخلت على من هنا كده وجيت عند البلور تعالوا ندور على الافكت المكتوب عليه بلور هيبقى نازل عندك في البرنامج موجود كده كده في حاجة اسمها بلور ان شاربن هنا كده لو دوست عليه كده بالشكل دوت وجيت على الجوسن بلور هنا وجيت رحت حطيت الافكت ده كده على الفيديو بتاعي هينزل لي الجوسن بلور هنا معه الدواء الدايرة ومعه المربع ومعه الابين هنا كده علشان اقدر ارسم المسك زي ما انا عايز كل انا هعمله دلوقتي ان انا هعمل الدايرة دي على وش البنت بالشكل ده هبتدي احدده كويس كده هون وهبتدي احدده بالشكل ده كده انا حددت الوش اللي انا عايز اعمل عليه البلور بعد كده هبتدي على الكلوسن بلور نفسه هبتدي انزل تحت في الاوبشن بتاعه من هنا كده وابتدي ازود البلور بتاعه shorts تعالوا نشوف لو احنا زودنا البلور كده شايفان اللي حصل اللي حصل دلوقتي ان وش البنت دلوقتي بقيدة بس خلي بالك لو انت دوس في حتة كده بعيد هنا تبعا لانه الماسك ظهر عندي او حدود الماسك ظهر عندي فبالتالي مش هنشوف المشكلة اللي حصل عندي favorite المشكلة اللي حصلت عندي. لو انا دوس في حتة فاضية هنا كده. هنلاقي انه اللي حاصل عندي هنا كده شارب شوية. يعني الحدود بتاعته بينة. طيب ازاي بقدر اه اخلي الحدود دي مش بينة عندي? كل انا عمل له ان انا هدوس هنا كده. وهاجي على من هنا كده. ادي اللي انا عملته. طبعا هنا لو انا عايز اتحكم في الحدود دي مرة تاني كل انا بعمله انا بدوس على كلمة فبتبتدي الحدود دي تظهر تاني. لكن دلوقتي كله انا هعمل له ان انا هدوس على كلمة ماسك فيذر وابتدي اغير ايه الرقم دوت بدل ما هو عشرة كده هزوده شوية. كده بيعمل لي فيذر او بيسيح شوية الفلور اللي معمول بيسيحه علشان مايبقاش الحدود بتاعته واضحة زي ما شفناها من شوية. طيب لسه برضو مسحش بطريقة كويسة. فهبتدي ان انا ازود شوية كده هو. لغاية محس انه الموضوع كأنه فعلا من غير اي حدود بينه بالشكل ده. طيب عندي مشكلة دلوقتي مهمة جدا. ايه مشكلة? انه المسك بتاع دلوقتي ده ثابت. والفيديو والفايل اللي انا جبته ده فايل فيديو. يعني لو دوست سبيس كده عشان شغل الفيديو بتاعي. طبعا كده وش البنت بان. لو عندي مسلا حد بيتكلم عن يعني مسلا لو فيه مجرم بيتكلم ولا حاجة طبعا هيتنسك على طول بالشكل ده. طيب اما الا ايه اللي انا اعمله ان انا همسك بتاعي بالشكل دوت هاجي هنا كده عند المسك. وهاجي عند ماسك باس هنا كده. اللي هو ان انا اخلي المسك بتاعي يتحرك مع الفيديو طيب. هل اه هحركوا فريم فريم او فريم باي فريم? مش هينفع صعب جدا. لو انا مسكت فريم فريم وابتديت احركه هيبقى الموضوع صعب جدا ومهد جدا بالنسبة لي. البرمير او ادوب يضافت حاجة مهمة جدا وهي المسك باس هنا كده. لو انا دوست عليه بالشكل دوت وعملت بلاي هيبتدي يتحرك هو مع المسك على طول او سوريا هي المسك هيتحرك مع الوش على طول. حتى لو الوش ده او او البنت دي كلها طلعت برة لشاشة المسك هيبتدي اقرأ برضو الفكرة دي ده تراكينج. طيب ازاي بعمل كده? كل ما انا عمل له انا هدوس هنا كده بلاي. هنا كتاب لي تراكينج او تتبع وهنا هيتتبع الحركة بتاعك البنت وهي ماشية. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل عندي بعد ما بيخلص. طبعا بشوف النتيجة بتاعتي هتلاقوا النتيجة مبهرة. طبعا حسب الفيديو لو الفيديو طويل طبعا هنا بيطول. لو الفيديو قصير هنلاقي الموضوع صغير جدا. طيب هنا بعد ما اا الفيديو خلص او بعد ما ده خلص. لما تيجي ترجع الهيد كده او الكورس الورا. وبتدي ادوس مرة تاني. شايفين الا حصل? مهما البنتي دي تحركت حتى بقولك لو طلعت بره الشاشة خالص الماسك هيفضل ماشي معاها بنفس النتيجة اللي احنا شفناها دي. فده طبعا لو انا عايز اخفي منتج معين ااصPH او. او conversations. او زي ما قلنا في البداية لو انا مسلا فية احد点 بتتكلم في حاجة مسلا مش عايز يظهر فيها فبابتدي ان انا أختي تفاصيل الوش بالمنظر شكرا لمتابعتكم يا شباب وأشوفكم في درس جديد من دروس برنامج Adobe Premiere Pro CC